اشتركوا في القناة العرفين في أيام فإشعياء عم بيدعوه أن يطلب من الرب فقال له إشعياء السيد نفسه يعطيك يعطيكم آية علامة يعني فهذه العلامة ستكون مباشرة من الله هالعذراء تحبل وتالد ابنا وتدعو اسمه عم نئيل والبشير متى بيقول الذي تفسيره الله معنا هل أحسست بقوة هذه العبارة الله معنا للأسف كتير مرات يستخدم اسم الله في الحروب في النزاعات في المشاكل في الخطية في الشراسة في النجاسة في الغزوات في الدبح وبيستخدم اسم الله العظيم لمقاربهم الخاصة ولزروفهم الخاصة لكن هل الله مع الطاغي ومع المجرم والسفاح والقتال والعنيف كل هذه الصفات صفات الشيطان هذه الصفات فقط للشيطان فهو المكار وهو القتال وهو الذي يريد أن يدمر ويهلك أنفس الناس لكن تخيل معي عندما تسمع كلمة الله معنا شو الإحساس اللي بدور في داخلك شو التفكير اللي بييجي في بالك تصور هذا الاسم العظيم أعطي للطفل يسوع في بيت لحم إنه الله معنا طبعا فيه أوصاف تانية قيلت عن يسوع المسيح مثلا عندما رنمت الملائكة جوقت الملائكة في بيت صحور في حقل الرعاة وعندما قالت الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة المجد لله في الأعالي هذا المجد أحبائي حل في وسطنا يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا الله معنا الرب كان مع شعبه في القديم لكن كان يظهر مجده في أوقات معينة في خيمة الاجتماع في الهيكل في التدشين الهيكل عندما صار مع الشعب القديم في البرية كان يسير أمامهم بعمودة من نار وكان مجد الرب يحل في وسط شعبه لكن في العهد الجديد مكتوب ورأينا مجده وعندما أراد أن يصف الكاتب إلى العبرانيين هوية وشخصية يسوع قال عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته الله معنا إنها تعزية إنها رجاء تعبير عن وجود الله عن حضور الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل عصر ومكان وزمان أيضا قال يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في وسطهم فإذن أي اثنين أو ثلاثة في الصين في اليابان في أمريكا في السعودية في مصر في فلسطين في أي بلد في العالم ألاف الاجتماعات بيصلوا الرب يسوع حاضر في كل اجتماع الله معنا حضور الرب عندما أعطى الإرسالي قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر يا لها من كلمات معزية يا لها من كلمات غنية تعطينا تعزية تعطينا رجاء تعطينا ثقة تعطينا قوة إحساس إنه الرب مش بعيد إنه إلهنا شخصي إلهنا حاضر معنا الله معنا جاء في صورة يسوع المسيح وسأل اليوم إليك هل اختبرت حضور الله في حياتك كتير ناس عندها معلومات عن يسوع عن يسوع في كتير ناس بروحوا على الكنيس في كتير ناس بتردد صلوات لكن مش مختبر حضور الله في حياتها مش مختبر الآية التي تقول يسوع حياتنا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد أو مع المسيح صلبت فأحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا إنه إحساس جميل وتعبير جميل الله معنا والله معنا هذا مش بس كان في ولادة يسوع المسيح إنه معنا الآن حي حاضر يسمع ويستجيب دعائك ويستجيب طلباتك ترجمة نانسي قنقر شكرا